تحية عالية فقط للأحرار والحرائر الشرفاء والشريفات الأفاضل والفضليات رمضان مبارك سعيد افطار شهي تقبل الله صيامكم وقيامكم إذن نضر هذا الفيديو نتقاسم معكم قبل أن نذهب إلى المقار كما العادة أزيد من ثلاث سنوات وثمانية شهور بالضبط رمضان الرابع نحن متواجدون يوميا بدون انقطاع حتى ننصف نحن الأول ضحايا الزنزان التاسع ضحايا المادة 112 لتقاعدهم 2003-2005 أن هذا حقهم الشرعي والمشروع إذن نحن مشينا تساعدنا عادنا المبرر بينا أننا كنا متواجدين يوميا بدون انقطاع منذ أزيد من ثلاث سنوات وثمانية شهور أما البعار أصحاب النضاء بالوكالة جاوج عشورة فليستفد على أنقاض الآخرين فمزبلة التاريخ مقرهم الدائم دائما نحن في هذه القناة نوضح نعري نكشف نسفع عن جميع التجاوزات والخرقات والعيوب والنواقس والتغارات والتحراميات والتشهلي التي تقوم بها الإدارة لتنصيق مع النقابات الأكثر تمتيلية هذه التمتيلية تديرها بيش تاخد الإدارة الشرعية في تمرير وفي تسوية ومعالجة الملفات حسب الأجندات ديالها لتكون معدق مسبقا وتكون عندها واحد نظرة على المدى البعيد سوف نوضح لكم كيف ذلك إذن لا تنسوش بارتاج هذا الفيديو على نطاق واسع حتى تعمل فائدة تكترون من الجيم الإعجاب اللايكات والدور دائما بيو عشرين دائما دورو جو عشرين استسمح من الإخوان قدر عبار الله بحل شي يعني معروف عدنا تندوز وصف إلى 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 آخيري قدر إن شاء الله في الصباح الباكر خلسنا نوضو بكريم عرف جر ونشوف نشد النوبة لأن الضريبة اللي دفعناها خلال ها دربع سنوات والهاتف اللي يعني من ستة الصباح إلى الججليل دائما لأننا مضطرين باش يعني نستعمله فالضاربة هي أننا يعني نظر دينا يعني كلنا في العصة ولكن لا يهم في حق الشيوخ الذين أفنوا زهرة شبابهم في العطاء وفي آخر المطار طلنكرهم جميع عاينهم يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية الأغلبية ديهم ستة وسبعين سنة تمئة وسبعين سنة تلتة وربعين سنة دي العمل ويتقاعدوا بالتاسع بمعاشية هشية هزيلة لا تصل حتى إلى ألفين وخمسمائة درام ومدون والأرملة ألف ومئة درام ومدون فبئس المصير في بئس المصير إذن دحاية الزنزانة التاسعة كما قلت لتقاعدوا من 2003-2004-2005 دحاية الزنزانة التاسعة دحاية المدنة 112 وكل منتقاعدة بالتاسعة من ألفين وثلاثة إلى ألف أي إلى ألفين وتسعة عشر لهم الأولوي والأسبقية لأن الغريب في الأمر واللي الجميع تتشكمنوا أن الملف ديال دحاية الزنزانة العاشة الخريجة التاسعة كان معروف من ألفين من ألف وتسعة ومسا وتعين إلى ألفين وخمسة وكان خصو يتم تسوية ديالو بالمدنة 112 تسريع ترقيب المدنة 112 لزائد تعويض عن السنوات السنوات التي قرصنت من المسار المياني يعني تعويضهم بالسنوات الاعتبارية في حين هنا يعني قرصنه يعني المدنة 112 باش ما ما تكونش هناك مراجعة حتى اللي اللي ترقاوا للحضاش وهدي مساء الحسابات مالية والتي يخدم لهم يعني المدبر ذو الخلفية الإقسائية باش يوفر لهم السيولة لذا نحولوه الآن إلى آآ ملف من ألف وتسعة ومسا وتسعين إلى ألفين وطلطعش ألفين وطلطعش ألفين وطلطعش اللي يخدووا المكان ديالنا هما متخرجين بالتاسع والآن هاما دخلوهم مع الزنزانة العاشة خريجة التاسع والغريبه في الأمر أنهم حسبوهم في ألفين وطلطعش وتستافدوا من المرسوم دي ألفين وطلطعش على أساس أنهم بحاية الزنزانة التاسعة ولو المادة مية وخمسطاعش مكررة تسمرات اللي جاءت من أجل من تقاعد بالتاسع وتوظف بالسابع وبالتامن ولو عطينا اللي تخرج بالتاسع أقوالب التجاوزات والخرقات بالجملة وبتنصيق مع النقابات وبمباركة منها دائمة نقول لكم مدام المدبر دو الخلفية الإقسائية والنقابيين اللي كانوا داروا مع التوأمة اللي بناء النظام الأساس ألفين وطلطعش الجائر اتفاق منتصف الليل وقاموا بمراجعة النظام الجديد فلن يمكن أن يصلحوا شيئا مدام هم اللي سبوا في الانهيار المنظومة التعليمية وفي تراكم هذه الملفات وللأسف الشديد الآن الفئات اللي كانت متضررة من هذه الهيئات في ألفين وثلاثة صدقهما يعني لمتضررين الآن والهيئات اللي كانت يعني متعسفة عليهم وفتدت لهم الحقوق وقدرهم في ألفين وثلاثة وتفتح لها الباب الترقي للحاضي عشر الآن تفتحوا لهم يعني الترقي إلى خارج السلام وتفتح لهم باب تغيير الإطهار هنا غد نقفو عن الفئتاني اللي غد تكون متضررة وهي فئة دي الأساديزة التانوي حامل الشواهد وهي المصدر واللي غد دائما غيستفدو هم دائما دي الابتدائي بدرجة الأولى وتتبعون دي الإعدادي لأن الشواهد من إيجاب بن كيرال في 2015 قام بتوقيف الترقي بالشهادات إذن ليس يعني قام بتوقيف تغيير الإطار بالشهادات هنا النقابات يعني بتواطئين مع المصالح الإدارية والمذبير والخلفية الإقسائية حرفو المضمون ديال يعني الترقي بالشهادات يعني المصدر والدكتوراه إلى تغيير الإطار إلى تغيير الإطار إلى تغيير الإطار إذن هذا اشتا يعني وتغيير الإطار فقط بالنسبة الإعدادي والابتدائي قال لك باش يمشوا إلى التانوي التهيلي باش يغيروا الإطار إلى خارج السلام إذن مدام أن خارج السلام تفتح الباب الترقي لخارج السلام في الابتدائي الإعدادي إذن مكنش هناك مبقاش هناك مجال باش يغيروا الإطار بالشهادات كان من المفروض أن حامل الشهادات يتم إنصافهم بطرقية بأطار الرجعي من تاريخ الحوصول على الشهادات كما داروا يعني الصحاب الإسناد دي تسنوهم سنة بعد صدور المرسوم دي الجوز 2269 اللي عالج وقام بالتسوية النهائية دي الملفات الأربعة متضمن ارتفاق 18 نير دي المتصرفون ومن معهم قاموا بإدماجهم مباشرة في حين أن أتغير الإطار لا بد من المباراة أو يكون خريج المراكز التكوين ويكون عنده يعني ديبلوم دي التخرج عفوهم من هذا شيء وعطوهم يعني تم إدماجهم وقاموا بطرق بتمكينهم يعني منحهم سنوات اعتبارية تمكنهم من التقييد في طرقية بالاختيار 2021 إذن عندهم أثر مالي من ألفين وواحد وعشرين إذن هنا للإدارة للإصلاح للإدارة بزور ولا وزارة وزارة تربية الوطنية ولا بن موسى يعني يكيلوا بكم كيالين ما كانش هناك تكافؤ الفرص بل كان هناك تمييز إذن هنا قد نوضح لكم ما هو السبب باش غيروا يعني انتقلوا من الترقي بالشهادة كأصحاب المصر إلى تغيير الإطار للإبتداء والإعداد إلى أستاذ تانوي التأهيلي وصارت تغيير الإطار بالشهادات فهذا شيء ما جاش من الفراغ هذا يؤسسون إلى في المستقبل باش تغيير الإطار سيصبح بالشهادات لأن في النظام الأساسي الجديد كان هناك خمسات ديال الفئات في 2003 الآن ولا ثلاثة ديال الفئات ثلاثة ديال الهيئات في هذا النظام تم تقليص الهيئات إلى ثلاثة الهيئات وما قالوا بأن في النظام الأساسي غير يفتحوا الجصور وما ديال الجصور غير لأي واحد عنده الحق باش يعني يعني يغير الإطار من إطار إلى إطار آخر وفق هذوك الهيئات الثلاثة إذن هاد الشيء لاش هما الآن قاموا بتحريف هذك المضمون ديال ترقيب الشهادات إلى تغيير الإطار بالشهادات مثلا وهنا تيديروا المأساسة ديال المعايير ديال تغيير الإطار بالشهادات اللي غد يكون في النظام الجدي وهنا تيبان لنا أنهم يقومون بمأسسة مستقبلا يعني المعايير اللي غد تولي متخدة في تغيير الإطار إلى بعض الهيئات هتولي تتسيبلي يعني تتستارت الماستر كما أن الباكالوريا الآن أصبحت متجاوزة ولت بالإجازة هي اللي كانت تخذت المكانة ديالها باش يعني تغيير الإطار من هيئة إلى هيئة أخرى ومن إطار إلى إطار آخر لا تتشتار الإجازة فمستقبلا بين بأنهم غيولي ستارتو الماصر من أجل تغيير الإطار مستقبلا من إطار إلى إطار آخر وفق الهيئات الثلاثة المتضمنة في النظام الأساسي الجديد فهنا تقوم بتغيير المعايير للتغيير الإطار وغيبنوها على الشهادات وبما أن مستقبلا غيولي مثلا عدنا عدنا الإجازة وسنتين دي التكوين الأساس والتكوين المستمر لتتخرج إذن تدريب يعني تدير سنة تكون نظارية وسنة تكون تطبيقية تفرقوا يعني في نفس الوقت من تكون تدير تكوين الأساس وممتون تدير تدريب المهم دوك سنتين يعني ثلاثة زائد سنتين خمسة سنين يعني هتولي الماستر إذن مستقبلا ماشي بعيد بأن الشروط والمعايير اللي غدتحط من أجل تغيير تغيير الإطار هتولي هي الماستر وما فوق مثل الآن تاني شطرته تغيير الإطار إلى أستاذ باحث يعني خاصة تكون عندك الدكتورة الدكتورة من أجل تغيير الإطار إلى أستاذ باحث إذن هنا من غير وحرف المضمون ديال الشهادات ديال حامل الشهادات العليا يعني الماستر وما فوق من الحق في الترقي إلى الحق في تغيير الإطار الحق في تغيير الإطار فهذا شيرتي مأسولي لأنه كان بروغرامي في النظام الأساسي المقبير بروغرامي يعني مستقبلا إذن مستقبلا الإجازة ستصبح في خبر وستصبح متجاوزة ومن أجل تغيير الإطار مستقبلا هناك ستكون الماستر يصطر الماستر وما فوق وبيه واجب الإعلام والسلام لا تنسوا تبارتاج هذا الفيديو على نتاق واسعة تتعم الفائدة تكتر من جيم إعجاب اللايكات وتكتروا لنا من دعاواتكم دعوا معنا الله يوفقنا الخير الجميعا إذن لا عزاء لخائن شكرا للمشاهدين